الفرحة التي سادت أجواء حفل الأوسكار بعد إعلان السيدة الأمريكية الأولى فوز فيلم أرغو بجائزة أفضل فيلم لم تقابل في إيران بالمثل تقول طهران عن الفيلم الذي يروي قصة اقتحام السفارة الأمريكية فيها قبل أكثر من ثلاثة عقود والتي فتحت باب توتر لازل يسود العلاقات الثنائية إنه يحرف ما يرويه التاريخ فالسياسة بالنسبة للإيرانيين هي التي منحت الأوسكار لأرغو تم استبدال حقائق تاريخية في الفيلم للترويج لأمريكا فضلا عن أنه لا يستحق كل هذه الجلبة إن نظرنا للأمر فنيا لا نستطيع تفسير الأمر إلا أنه حملة إعلامية جديدة على الإيرانيين من شهد الفيلم من الإيرانيين لم يبتعد رأيه عما يقوله النقاد فالتسويق عالميا لأفكار تنحاز ضدهم وتلسق بهم تهم الإرهاب لا يمكن أن تنال رضاهم لا يمكن لنك إيرانيين أن نتقبل إهانة من هذا النوع فهو يعتدي علينا كشعب وتمت حياقة قصته بما يتوافق والرغبات الغربية لصراحة لم أشاهد الفيلم ولكن صداه يتردد بين المواطنين ولكن عندما يصوق أنك إرهابي فهذا لا يتقبله أي إنسان تسعى طهران للرد سينمائيا بإنتاج فيلم عن الموضوع عينه وبرواية تقول عنها إنها موثقة قد لا يكون هدفها نيل الجوائز بقدر منافستها للولايات المتحدة كما يرى البعض فتخلط هنا أوراق الفن بالسياسة ترجمة نانسي قنقر